خلال ثاني أيام زيارته إلى ولاية كاليفورنيا توجه الرئيس بايدن إلى مدينة مونتيري بارك أين أعلن عن مرسوم تنفيذي رئاسي بهدف تشديد الرقابة على استعمال الأسلحة اليوم سأقوم بتوقيع أمر تنفيذي يعمل على تسريع وتكثيف العمل لإنقاذ المزيد من الأرواح أولاً يساعد الأمر التنفيذي في الحفاظ على الأسلحة النارية بعيداً عن الخطر وأستمر في دعوة الكونغرس إلى طلب إجراء فقصات أمنية لجميع مبيعات الأسلحة النارية الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه بايدن اليوم يهدف إلى تعزيز الجهود لمحاسبة القائمين على صناعة الأسلحة واعتقال حاميلي الأسلحة الذين يشكلون تهديداً على المجتمع الأمريكي بمقتضى الأمر التنفيذي أطالب بدراسة حكومية مستقلة تحلل وتكشف كيف يقوم مصنع الأسلحة بتسويق الأسلحة النارية بقوة للمدنيين وخاصة القصر بما في ذلك عن طريق استخدام الصور العسكرية وتحاول إدارة بايدن منع بيع الأسلحة الرشاشة والعسكرية في الأسواق الأمريكية إلا أن العراقيل القانونية المحلية في الولايات إضافة إلى المادة الثانية من الدستور الأمريكي التي تضمن الحق لكل الأمريكيين لامتلاك الأسلحة حالت دون ذلك الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس بايدن اليوم جاء بهدف عدم تكرار حوادث إطلاق النار كالتي وقعت قبل أسابيع في هذا المكان وراح ضحيتها أحد عشر شخصا رضا بوشفراء الحرة كاليفورنيا